الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم أهلا وسهلا بكم مع حديث جديد وراوي حديث من الصحابة الكرام راوي حديث اليوم هي أم المؤمنين السيدة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها وهي الزوجة الوحيدة التي كانت بكر حين تزوج بها الرسول صلى الله عليه وسلم تعد واحدة من أفضل نساء المسلمين روت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من ألفين ومئة حديث رضي الله عنها وأرضاها وجمعنا معها في الفردوس الأعلى مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم جاء في فضلها قول الرسول صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الثريد من أشهر أطعمة اللي كان بيحبها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو موجود حتى الآن في البلدان العربية له عدة أسماء زي الفتة، الثريد، التشريب وهو عبارة عن خبز مفتوط مع مرك مع لحم ناضج والآن مع حديث اليوم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذاك نافعه؟ قال لا ينفعه إنه لم يقل يوما رب اخفر لي خطيئتي يوم الدين صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة عبد الله ابن جدعان ذكرت في كتاب البداية والنهاية لابن كثير حسيب صورة من الكتاب تحت في التعليقات للي حب يطلع عليها عبد الله ابن جدعان من قبيلة تيم قبيلة تيم دي تب قبيلة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أرضاه كان ابن عم أبو سيدنا أبو بكر طبعا ده كله كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان عبد الله ابن جدعان رجلا فقيرا معدما اضطرته الظروف إلى أن يكون شريرة قاطع للطريق لدرجة إن قومه أبغضوه وفي يوم من الأيام خرج إلى شعاب مكة يريد أن ينهي حياته ولكن الله رزقه بكنز في أحد الجبال حمل ما استطاع أن يحمله وعلم مكان الغار في الجبل تبدل الحال بعبد الله ابن جدعان فكان يصل الرحم ويعطي قومه حتى أحبوه وكان كثير الولائم حتى أصبح سيدا من سادات قبيلته حضر الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت عبد الله ابن جدعان حلف الفضول وفيه تعهد سادات كريش على أن ينصر المظلومة في مكة أيا ما كان كل فترة ناس بتتسائل إزاي ربنا يعذب المشركين اللي ماتوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبعث إليهم رسول الحقيقة أنا عملت بحث صغير ووصلت لبعض النقاط المهمة أول نقطة إن الله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل وما ربك بظلام للعبيد تاني نقطة من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه يعني إشغل نفسك باللي يفيد تالت نقطة إعلام الرسول لنا عن مصير بعض الناس مثل المبشرون بالجنة وسمع صوت نعائي البلال في الجنة وهم أحياء هو إعلام بشيء ما زال في الغيب ولكن الله أطلع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا به فإن أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن قوم أو أشخاص أنهم في النار فهو إخبار بغيب متحقق لا محالة أما ما يصبك هذا الغيب فعلمه عند الله آخر نقطة الثابت أن الله لا يعذب قوما لم يبعث إليهم رسوله ولكن يمتحنهم يوم القيامة فمن ينجح فهو مؤمن ويدخل الجنة برحمة الله ومن يفشل فهو كافر ويستحق النار والله أعلم جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وآسف جدا على الإطالة ياريت كلنا نشار الفيديو علشان تعوم الفائدة ولو كلنا نعمل سبسكرايب ولايك وشير على اليوتيوب وكمان لو تزوروا صفحتنا على الفيسبوك كل يوم حديث حتلاقوا الرابط تحت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة